السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي أهلا بكم من جديد بمقرر الدراسات الاجتماعية بسم الله نبدأ انتهينا من مقرر الدراسات الاجتماعية في الفصل الدراسي الأول سنقوم اليوم بتقديم بعض الإثراءات على المنهج السابق لدينا الوحدة الأولى المواطنة والتي تتكون من الدرس الأول الدراسات الاجتماعية الدرس الثاني الهوية الوطنية الدرس الثالث نظام الحكم الدرس الرابع الرموز الوطنية إذن المواطنة كانت وحدتنا الأولى في مقرر الدراسات الاجتماعية الصف الرابع الفصل الدراسي الأول وكانت مواضيعها الدرس الأول الدراسات الاجتماعية الدرس الثاني الهوية الوطنية الدرس الثالث نظام الحكم الدرس الرابع الرموز الوطنية تلي الوحدة الأولى لدينا الوحدة الثانية كان لدينا الوحدة الثانية التاريخ الدرس الخامس مفهوم التاريخ الدرس السادس المصادر الدرس السابع السبب والنتيجة الدرس الثامن الترتيب الزمني إذن كان لدينا في منهج أو في مقرر الدراسات الاجتماعية الصف الرابع الفصل الدراسي الأول الوحدة الثانية التي كان عنوانها التاريخ دروسها الدرس الخامس مفهوم التاريخ الدرس السادس المصادر الدرس السابع السبب والنتيجة الدرس الثامن الترتيب الزمني نقوم بمراجعة الوحدتين السابقتين بدءاً بالوحدة الأولى المواطنة أجيب شفاهياً عما يلي هيا بنا نتعرف على فروع الدراسات الاجتماعية ما هي فروع الدراسات الاجتماعية أحسنتم التاريخ الجغرافية ممتاز الاقتصاد المواطنة إذن لدينا أربع فروع للدراسات الاجتماعية هنا التاريخ الجغرافية الاقتصاد المواطنة ممتاز كيف أستفيد من دراسة الدراسات الاجتماعية أحسنتم تفيدني الدراسات الاجتماعية في معرفة التاريخ وطني وتراثه الحضاري وجغرافيته ومكانته العالمية والمشاركة الإرجابية في بناء وطني ممتاز طلابي وطالباتي إجاباتكم صحيحة إذن تفيدني دراسة الدراسات الاجتماعية في معرفة التاريخ وطني وتراثه الحضاري وجغرافيته ومكانته العالمية والمشاركة الإيجابية في وطني أحسنتم طلابي وطالباتي إجابة صحيحة يا ترى ماذا تعني الهوية الوطنية ما هي الهوية الوطنية طلابي وطالباتي أحسنتم هي الخصائص والسمات التي يتشارك فيها المجتمع السعودي ويظهر فيها حب الوطن والولاء لقيادته وتقدير رموزه والمحافظة المحافظة على منجزاته وتحقيق العزة والمنعة له أحسنتم طلابي وطالباتي إجابة صحيحة إذن هذا هو تعريف أو معنى الهوية الوطنية ما هي أهم مكونات الثقافة طلابي وطالباتي هناك مكونات للثقافة ما هي هذه المكونات ممتاز ممتاز اللغة أحسنتم الحرف التقليدية ممتاز الدين والقيم بارك الله فيكم الروايات والقصص أحسنتم الأغذية ممتاز الآثار بارك الله فيكم العادات والتقاليد ممتاز الفنون الشعبية إذن أهم مكونات الثقافة اللغة ممتاز الحرف التقليدية الدين والقيام بارك الله فيكم الروايات والقصص الأغذية الآثار العادات والتقاليد الفنون الشعبية أحسنتم طلابي وطالباتي إجاباتكم صحيحة ما هي عاصمة وطني المملكة العربية السعودية نعم أحسنتم عاصمة وطني مدينة الرياض إذن المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولغتها اللغة العربية وعاصمتها مدينة الرياض عاصمتها مدينة الرياض إذن ما هي عاصمة وطني طلابي وطالباتي ممتاز بارك الله فيكم عاصمة وطني مدينة الرياض إجابتكم صحيحة ما هي لغة وطني طلابي وطالباتي ما هي لغة وطني المملكة العربية السعودية قلنا أن المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام دستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لغتها اللغة العربية أحسنتم بارك الله فيكم إذن لغتها لغة العربية عاصمتها الرياض إذن ما هي لغة وطني المملكة العربية السعودية طلابي وطالباتي ممتاز طلابي وطالباتي بارك الله فيكم لغتها اللغة العربية لغة القرآن الكريم ننتقل الآن انتهينا من الأسئلة والإثراءات المتعلقة بالوحدة الأولى ننتقل الآن للإثراءات والأسئلة المتعلقة بالوحدة الثانية التاريخ السؤال الأول نستعد طلابي وطالباتي نتهيأ للإجابة على السؤال الأول من الوحدة الثانية التاريخ ما هو مفهوم التاريخ؟ ماذا يقصد بالتاريخ؟ ممتاز هو دراسة أحداث الماضي ما هو التاريخ؟ دراسة أحداث الماضي وتفسيرها بارك الله فيكم إجابة صحيحة لماذا دراسة أحداث الماضي وتفسيرها؟ لتوضيح أثرها في الحاضر والمستقبل أحسنتم بارك الله فيكم إذن ما هو التاريخ؟ هو دراسة أحداث الماضي وتفسيرها لماذا؟ لتوضيح أثرها في الحاضر والمستقبل إذن ما هو التاريخ؟ طلابي وطالباتي ممتاز هو دراسة أحداث الماضي وتفسيرها لتوضيح أثرها في الحاضر والمستقبل ممتاز يا ترى بماذا تفيدني دراسة التاريخ؟ ماذا أستفيد من دراسة التاريخ؟ أحسنتم دراسة التاريخ تفيدني في معرفة تاريخ وطني وفهم تطوره وفق الزمن ومعرفة تاريخ العالم إذن تفيدني دراسة التاريخ في أربعة نقاط واحد معرفة تاريخ وطني ممتاز اثنين فهم تطوره وفق الزمن ثلاثة معرفة تاريخ العالم كله إذن ماذا أستفيد من دراسة التاريخ طلابي وطالباتي؟ ممتاز بارك الله فيكم معرفة تاريخ وطني وفهم تطوره عبر الزمن ومعرفة تاريخ العالم أيضا يعتمد المؤرخ على أسئلة التاريخ ما هي أسئلة التاريخ يا ترى؟ هيا بنا طلابي وطالباتي لنفكر ما هي أسئلة التاريخ أذكر واذكري أسئلة التاريخ أسئلة التاريخ هي ممتاز أحسنتم ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ من شارك في الحدث؟ ممتاز بارك الله فيكم من شارك في الحدث؟ أسأل عن وقت هذا الحدث أو زمن هذا الحدث؟ متى حدث؟ أحسنتم أيضا أسأل عن كيفية الحدث؟ ممتاز بارك الله فيكم كيف حدث؟ إذن الآن لدينا ثلاثة أسئلة ماذا حدث؟ من شارك في الحدث؟ كيف حدث؟ بارك الله فيكم زمن الحدث متى حدث؟ متى حدث؟ نتائج الحدث ما هي أو ما نتائج الحدث؟ ما نتائج الحدث؟ لماذا حدث الأسباب من وراء هذا الحدث؟ لماذا حدث؟ إذن لدينا أسئلة التاريخ الستة وهي ماذا حدث؟ ممتاز بارك الله فيكم من شارك في الحدث؟ كيف حدث؟ متى حدث؟ ما نتائج الحدث؟ لماذا حدث؟ إذن أسئلة التاريخ ستة أسئلة؟ يعتمد عليها المؤرخ ونعتمد عليها في دراسة أحداث الماضي وتفسيرها سؤال الأول ماذا حدث؟ من شارك في الحدث؟ كيف حدث؟ متى حدث؟ ما نتائج الحدث؟ لماذا حدث؟ لدينا مثال نجح الملك عبد العزيز في استرداد الرياض ومعه رجاله عام 1319 للهجرة في ماذا نجحه؟ ليبدأ تأسيس المملكة العربية السعودية نطبق على هذا النشاط أسئلة التاريخ لو قلنا ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ تكون الإجابة؟ استرداد الرياض نعم أحسنتم بارك الله فيكم طيب متى حدث؟ متى تم استرداد الرياض؟ متى حدث هذا الحدث؟ أحسنتم عام 1319 للهجرة من شارك في الحدث؟ من هي الشخصيات التي شاركت في الحدث؟ نعم أحسنتم الملك عبد العزيز ومعه رجاله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ومعه رجاله من خلال هذا النشاط قمنا بالتطبيق على أسئلة التاريخ الستة استخدمنا ثلاث أسئلة ما هي؟ ممتاز ماذا حدث؟ متى حدث؟ من شارك في الحدث؟ إجاباتكم رائعة الشخصية التي تدرس التاريخ ماذا نطلق عليها؟ أحسنتم طلابي وطالباتي المؤرخ من هو المؤرخ يا ترى؟ من هو المؤرخ طلابي وطالباتي؟ المؤرخ هو الشخص الذي يدرس الماضي ويكتب عنه إذن من هو المؤرخ؟ هو الشخص الذي يدرس الماضي ويكتب عنه كيف يدرس المؤرخ التاريخ؟ يدرس المؤرخ الأحداث مستعينا بالأدلة التي في المصادر بارك الله فيكم إجابة صحيحة إذن يدرس المؤرخ الأحداث مستعينا بالأدلة التي في المصادر في عمله المؤرخ يشبه شخصية تبحث عن أدلة الجريمة من هي هذه الشخصية؟ طلابي وطالباتي أحسنتم بارك الله فيكم رجل الأمن إذن يشبه عمل المؤرخ في بحثه عن الدليل التاريخي عمل رجل الأمن إذا يشبه عمل المؤرخ في بحثه عن الدليل التاريخي عمل رجل الأمن إجابة صحيحة قلنا أن المؤرخ يبحث عن الأحداث مستعينا يدرس الأحداث الماضي مستعينا بالأدلة التي يأخذها من المصادر ما هي المصادر أو ما تعريف المصادر أحسنتم المصادر هي المواد التي يستعين بها المؤرخ للحصول على الأدلة إذن المصادر هي المواد التي يستعين بها المؤرخ للحصول على الأدلة هناك نوعان للمصادر أريد من طلابي وطالباتي ذكر هذين النوعين أحسنتم المصادر نوعان مصادر أولية ومصادر ثانوية بارك الله فيكم إذن للمصادر نوعان المصادر الأولية هو المصادر الثانوية الآن لدينا نشاط هذا النشاط عبارة عن وثيقة تاريخية من المصادر من أحد الأدلة الموجودة في المصادر نريد أن نصنف هذه الوثيقة التاريخية من أي نوع من المصادر هل هي من المصادر الأولية أم الثانوية ممتاز طلابي وطالباتي إذن هي مصدر أولي مصدر أولي صورة للمدينة المنورة عام 1326 للهجرة صور فوتوغرافية هل هي من المصادر الأولية أم الثانوية أحسنتم من المصادر الأولية ما هي الإشاعة وهل هي ضارة بالمجتمع إذن الإشاعة هي نقل الكلام دون التثبت من صحته الإشاعة هي نقل الكلام دون التثبت والتأكد من صحته هل هي ضارة بالمجتمع أحسنتم هي ضارة على المجتمع للإشاعة عناصر ما هي عناصر الإشاعة واحد الخبر المزور اللي هو الإشاعة إثنان المرسل وهو مصدر الإشاعة هو مروجها العنصر الثالث المتلقي وهو متلقي الخبر ومتلقي الإشاعة إذن عناصر الإشاعة الإشاعة المرسل المتلقي تصل الطلبة السبب بالنتيجة المناسبة فيما يأتي عندنا أسباب أريد أن نصلها بالنتائج سبب الأول مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد اشتداد تعذيب قريش للمسلمين حفر المسلمين الخندق في المدينة المنورة النتائج هنا الهجرة إلى الحبشة انتصار المسلمين في معركة الخندق هزيمة المسلمين نريد أن نصل كل سبب بالنتيجة المناسبة مخالفة أمر النبي في معركة أحد أدى إلى أحسنتم هزيمة المسلمين اشتداد تعذيب قريش للمسلمين أدى إلى ممتاز الهجرة إلى الحبشة حفر الخندق حفر المسلمين الخندق في المدينة المنورة أدى إلى انتصار المسلمين في معركة الخندق بارك الله فيكم ما هو الخط الزمني ممتاز هو رسم تخطيطي وضح الترتيب الذي وقعت فيها الأحداث وفق تسلسلها الزمني إذن الخط الزمني رسم تخطيطي وضح الترتيب الذي وقعت فيها الأحداث وفق تسلسلها الزمني بارك الله فيكم إجابة صحيحة ما هي أهمية الترتيب الزمني الترتيب الزمني مهم في معرفة ما يجري من أنشطة وأعمال يذكر الطلبة ثلاثا من الخدمات التي تقدمها حكومة وطنية المملكة العربية السعودية للمواطنين تحمي العقيدة الإسلامية تدافع عن الوطن وتطوره خدمة الحرمين الشريفين يكمل الطلبة الفراغات التالية نظام الحكم في المملكة العربية السعودية هو النظام ممتاز الملكي اليوم الوطني هو الأول من الميزان الموافق 23 من شهر سبتمبر أحسنتم رئيس مجلس الوزراء هو في المملكة العربية السعودية هو الملك سلمان بن عبد العزيز بن عبد الرحمن حفظه الله من الرموز الوطنية في المملكة العربية السعودية العلم أحسنتم كيف نحافظ على العلم الوطني السعودي؟ لا ينكس أبدا محافظة على نظافة العلم ممتاز طلابي وطالباتي الفخر والاعتزاز بالعلم الوطني لدينا جمع عبارات صحيحة وعبارات خاطئة أريد من طلابي وطالباتي يضع الطلبة علامة صحة ما من العبارة الصحيحة وعلامة خطأ ما من العبارة الخاطئة ينكس العلم السعودي مثل غيره من أعلام الدول الأخرى خطأ ممتاز طلابي وطالباتي الشعار السعودي الرسمي هو سيفان متقاطعان وسطهما نخلة أحسنتم إجابة صحيحة من فروع الدراسات الاجتماعية الرياضيات خطأ خاطئة يحرص المواطنون في كل دولة على ثقافتهم لأنها تعزز وطنيتهم نعم الإجابة صحيحة أريد من طلابي وطالباتي ذكرى الأعمال المناسبة للاحتفال باليوم الوطني نشارك في احتفالات المدرسة أحسنتم نفخر بالوطن وإنجازاته وإنجازات الحكومة بارك الله فيكم نرفع علم الوطن عاليا الآن لدينا صورة للشعار الوطني أريد أن نصل بين الصورة والوصفة المناسب لها ألف رمز الحق واحد رمز الحق اثنان رمز النماء نعم رمز الحق رمز النماء النخلة أحسنتم ورمز الحق السيفان بارك الله فيكم إجابة صحيحة الآن لدينا أزمنة تاريخية نريد طلابي وطالباتي أن نرتبها بدءا من الأقدم العهد النبوي من 1 إلى 11 للهجرة الخلفاء الراشدون من السنة 11 حتى السنة الأربعين الدولة السعودية الأولى من عام 1139 حتى 1233 للهجرة الدولة العباسية 132 حتى 656 للهجرة الدولة الأموية من 41 للهجرة حتى 132 إذن رقم واحد بدءا بالأقدم أحسنتم رقم واحد العهد النبوي المدني يلي أحسنتم الخلفاء الراشدون يلي ممتاز الدولة الأموية رقم ثلاثة رقم أربعة بارك الله فيكم الدولة العباسية رقم خمسة الدولة السعودية الأولى إذن قمنا بترتيب هذه الأزمنة بدءا من الأقدم واحد العهد النبوي اثنان الخلفاء الراشدون ثلاثة الدولة الأموية أربعة الدولة العباسية خمسة الدولة السعودية الأولى الآن لدينا جملة أريد منكم طلابي وطالباتي ملء هذه الجملة بالفراغات المناسبة يملأ الطلب الفراغات بالكلمات المناسبة الآتية الدليل رجل الأمن التاريخ نقرأ هذه العبارة ثم نبدأ لإجابة يبحث المؤرخ عن فراغ من أجل أن يدرس فراغ فهو يشبه فراغ الذي يبحث عن الدليل لكي يصل إلى المتسبب في الحادثة إذن عن ماذا يبحث المؤرخ ممتاز عن الدليل من أجل ماذا أن يدرس سندوم التاريخ فهو يشبه من في عمله يشبه رجل الأمن الذي يبحث عن الدليل لكي يصل إلى المتسبب في الحادثة نقرأ العبارة كاملة يبحث المؤرخ عن الدليل من أجل أن يدرس التاريخ فهو يشبه رجل الأمن الذي يبحث عن الدليل لكي يصل إلى المتسبب في الحادثة إجابة صحيحة طلاب وطالباتي بارك الله فيكم لدينا عبارة أريد من طلاب وطالباتي قراءتها أحسنتم يقرأ طلاب النص الآت ثم يجيبون عن الأسئلة أشاع المشركون عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه شاعر وكاهر وساحر ومجنون حتى لا يصدق دعوته أحدا وأشاع المنافقون أنه كان يميل إلى المهاجرين أكثر من الأنصار من خلال هذه العبارة السابقة نريد الإجابة على السؤال الأول ما هدف المشركين والمنافقين من نشر هذه الإشاعة؟ نعم إحداث الفوضى والزعزع في المجتمع الإسلامي إذن هدفهم منع الناس من الدخول إلى الإسلام أحسنتم من خلال التشكيك في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به إجابة صحيحة بارك الله فيكم أيضا ما الدروس المستفادة من النص السابق؟ أنتظر إجاباتكم طلابي وطالباتي أحسنتم وجوب تحري صحة الأخبار والبعد عن نشر الإشاعات في نهاية هذا النشاط انتهينا من إثراءات على الوحدة الأولى المواطنة هو الوحدة الثانية التاريخ نستوجعكم الله إلى لقاء آخر بإذن الله شكرا لكم حسن استماعكم